يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة أثامنة والأربعون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلا طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى العنوان الأخير من عنوين هذه الفانوراما نهاية مرحلة الظهور وهذا العنوان يشتمل على عنوين فرعية وفات قائم آل محمد صلوات الله عليه المهديون الإثنى عشر رجعة الحسين صلوات وسلام وتحيات عليه هذه العنوان ترتبط فيما بينها لتشكل نهاية مرحلة الظهور لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم بتفاصيله في الحلقة الماضية قد أشير إلى جانب منه كي يتواصل حديثي في هذه الحلقة مع ما تقدم في الحلقة السابقة بدأت من العنوان الفرعي الأول وفات قائم آل محمد صلوات الله عليه قرأت عليكم خبراً نقله المحدث علي اليزدي الحائري في كتابه إلزام الناصب بخصوص تلك المرأة التميمية التي اسمها سعيدة أقرأ عليكم ما جاء في الجزء الثاني من إلزام الناصب وهذه الطبعة طبعة دار التوحيد وهي هي طبعة دار النعمان بالنجاف الطبعة مؤرخة بتاريخ ألف وتسعمية وواحد وسبعين ميلادي في صفحة السابعة والستين بعد المئة فإذا تمت السبعون سنة المطبوع هنا السبعون السنة وهذا خلل واضح فإذا تمت السبعون سنة من مرحلة الظهور هذا هو المراد فإذا تمت السبعون سنة أتى الحجة الموت فتقتله امرأة من بني تميم اسمها سعيدة ولها لحية كلحية الرجل هذه أصورة تذكرنا ب ما أنتجه لنا واقع الجندر فواقع الجندر في أيامنا أنتج لنا صورا غريبة جدا ومن هذه الصور التي أنتجها لنا هذا الواقع المشين أنتج لنا نساء ملتحية وأعتقد أنكم تستطيعون أن تجدوا هذا على الشبكة العنكبوتية ربما يشير الخبر إلى هذا الذي أشرت إليه وربما يقصد معنا آخر لكن الذي أشرت إليه يكاد أن يكون قريبا من واقع الزمان وواقع المكان فإذا تمت السبعون سنة أتى الحجة الموت فتقتلهم رأة من بني تميم اسمها سعيدة ولها لحية كلحية الرجل بجاون صخر وبينت لكم معنى الجاون وعاء قد يصنع من الخشب وقد يصنع من الصخر تدق فيه الأشياء بمدقة كبيرة والجاون يكون أكبر من الهاون بجاون صخر من فوق سطح وهو متجاوز في الطريق فإذا مات تولى تجهيزه الحسين ثم يقوم بالأمر لأن الرجعة قد بدأت ساعاتها الأولى مع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أتحدث عن الرجعة الكبرى عن اليوم الثاني من أيام الله وأيام محمد وآل محمد هذا الخبر نحن لا نعرف مصدره لا نعرف من رواه ولا نعرف عن أي معصوم قد نقل هذا الخبر خبر مجهول حينما نريد أن نناقش موضوعا كهذا مرة نناقشه ضمن دائرة الإمكان المنطقي المراد من الإمكان المنطقي هل يمكن أن يتحقق مضمون الخبر عقلا بحسب قواعد منطق التفكير البشري هذا هو الإمكان المنطقي بحسب الإمكان المنطقي فإن الخبر يمكن أن يتحقق هذا المضمون يمكن أن يكون صحيحا لا نملك دليلا على صحته ولا نملك دليلا على عدم صحته قدماء الحكماء قالوا من أنه إذا طرق سمعك شيء فدعه في عالم الإمكان قطعا هذا الكلام لا ينطبق على الأشياء التي نحن نعرف عدم صدقها أساسا وإنما هذا الكلام ينطبق على الأشياء التي نحن لا نستطيع أن نصدقها ولا نستطيع أن نكذبها لأنها لا تتعارض مع البديهيات العقلية فهذا الخبر هكذا يقول من أن امرأة ستلقي بجاون صخر على إمامنا الحجة بن الحسن وهو يمر في الشارع من على سطح بناية من البنايات ويؤدي هذا العمل إلى قتله هذا هو مضمون الخبر هذا الخبر لا يتعارض مع أي بديهية من البديهيات العقلية إن كان الكلام عن بديهيات تكوينية أو كان الكلام عن بديهيات إنسانية اجتماعية سياسية أو غير ذلك فهذا المضمون لا يتعارض مع التفكير المنطقي مع قواعد البحث والتفكير المنطقي عند الإنسان ولذا من هذه الجهة من جهة الإمكان المنطقي فإننا نقبل الخبر بدرجة خمسين بالمئة من أنه سيكون وبدرجة خمسين بالمئة من أنه لا يكون بالمجمل فإننا نضع الخبر في دائرة الإمكان المنطقي مثل ما قالت الفلاسفة قديما إذا طرق سمعك شيء فدعه في عالم الإمكان يمكن أن يكون كما أنه يمكن أن لا يكون قطعا للأمور التي نحن لا نعلم مدى صدقها ومدى عدم صدقها لكن هذا لا ينفعنا بشيء هذا الكلام يمكن أن ينفعنا إذا كنا نتحدث عن نبوآت المتنبئين الذين يتنبؤون بأمور ستقع في قادم الأيام ويترك الحكم عليها للمستقبل ما يتحدث به المحللون السياسيون ما يتحدث به المحللون الاقتصاديون وهكذا هذا المنطق لن ننتفع منه شيئا لأننا نتحدث هنا في شأن عقائدي في شأن دينيا فلابد من الانتقال من الإمكان المنطقي وهو إمكان عام إلى الإمكان العقائدي وهو إمكان خاص له ضوابطه فهذا المضمون هل يمكن أن نقبله عقائديا وحينما أتحدث عن الإمكان العقائدي لا يعني بالضرورة أننا سنقبله بدرجة مئة بالمئة الإمكان الإمكان العقائدي هو في دائرة العقيدة بحسب الضوابط العقائدية لكن المضمون سيبقى بدرجة خمسين بالمئة من جهة تحققه وبدرجة خمسين بالمئة من جهة عدم تحققه فالكلام هنا هذا المضمون يمكننا أن نقبله أن نقبله ولو على سبيل الإمكان العقائدي لا أتحدث عن الإمكان المنطقي بحسب الإمكان المنطقي فهذا الأمر مقبول ومقبول جدا بدرجة خمسين بالمئة إيجابا وبدرجة خمسين بالمئة سلبا هذا سيعيدني إلى سورة الحجرات وإلى الآية السادسة بعد البسملة ومر ذكرها وحدثتكم عنها في الحلقة الماضية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تردوا خبر الفاسق فما بالكم والخبر مجهول الذي جاء بالخبر مجهول المجهول أعم من الفاسق يمكن أن يكون فاسقا ويمكن أن يكون ليس كذلك فهذا المنهج يطبق على هذا الخبر وعلى غيره نحن لا نعبأ بناقل الخبر أكان فاسقا أكان صالحا أكان مجهولا لا نعرف حاله الآية تحدثنا عن مضامين الأخبار هي التي يجب علينا أن نتأكد من مضمونها والآية ليست خاصة بما يرتبط بالشأن الديني الأخبار السياسية أيضا الأخبار الاجتماعية كل الأخبار هذا منطق علمي رصين لا يضحكون عليكم أولئك الثولان الذين لا يفقهون القرآن فيقولون لكم من أن الآية تقول لكم لا تأخذوا بخبر الفاسق واخذوا بخبر الثقة الآية لا تقول بهذا أبدا الآية ما قالت لنا لا تأخذوا بخبر الفاسق ولا قالت لنا خذوا بخبر الثقة أبدا الآية لا يوجد فيها هذا المعنى الآية هكذا تقول لا تعبأوا بناقل الخبر وإن منظروا إلى الخبر نفسه وتأكدوا من مضمونه بحيث يسبب لكم علما فإذا لم يسبب لكم علما فلا تعبأوا به هذا هو الذي تتحدث عنه الآية دققوا النظر في كلماتها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة الذي يقابل الجهالة العلم فإننا نأخذ بالخبر إذا كان يقودنا إلى العلم إذا أصبنا قوما بعلم فهذا هو المطلوب أما إذا أصبنا قوما بجهالة فهذا هو المرفوض يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة الآية منطوقها واضح لا تعبأوا بناقل الخبر وانظروا إلى متن الخبر إلى مضمون الخبر تبينوا وتأكدوا وتحققوا من مضمون الخبر لابد أن يحقق لكم علما هذا هو منطوق الآية ولا يوجد فيها مفهوم وإذا وجد فيها مفهوم من الجهة الأدبية حينما قلت لا يوجد فيها مفهوم من الجهة الشرعية أما من الجهة الأدبية والبلاغية يمكن أن نجد فيها مفهوما والمفهوم الذي فيها من أنه خذوا بالأخبار التي تولد تولد علما لكن الآية من الجهة الشرعية من الجهة الفقهية لا تنظر إلى هذا المفهوم لماذا؟ لأن منطوقها يكفي لأن المنطوق واضح خصوصا إذا نظرنا إلى الوقائع التي ارتبطت بهذه الآية هذه الآية نزلت مرتين مرة بخصوص الوليد بن عقبة هذا أخ عثمان ابن عفان من أمه أروى وهو ابن زنة بحسب أحاديث العترة الطاهرة أبوه ذكوان الرومي زنى بأروى أروى هي أم عثمان ابن عفان ولكنها نسبته إلى عقبة الوليد ابن عقبة هذا الفاسق الذي فسقه الله في القرآن صريحا فسقه مرتين في هذه الآية وفي آية أخرى والحادثة الثانية هي في عائشة حينما قذفت السيدة مارية القبطية أم المؤمنين في أن الرجل القبطية الذي رافقها من مصر إلى المدينة هو الذي زنى بها ومن أن إبراهيم ما كان ابنا لرسول الله وإنما كان ابنا لجريج القبطي هذه الواقعة مفصلة في رواياتنا وما يسمى بحديث الإفك يرتبط بهذه الواقعة آيات حديث الإفك في سورة النور نزلت لتبرئة السيدة مارية القبطية أما هذه الحادثة التي تنسب لعائشة فهي من أكاذيب عائشة من أن بعض الصحابة اتهموها بالفاحشة مع صفوان بن المعطل إلى غير ذلك من الكلام لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل إذا نظرنا إلى تفاصيل الواقعتين إلى كذب الوليد ابن عقبة وإلى كذب عائشة وماذا فعل رسول الله فإننا نجد أن النبي تعامل مع هذين الموقفين بحدود منطوق الآية بحدود منطوق الآية ومن هنا فإنني أقول من الجهة الشرعية فإن الآية مقصورة على منطوقها مع أن منطوقها لا يتعارض مع مفهومها لكن القضية واضحة جدا وحتى إذا أردنا أن نغض الطرف عن هذا فإن منطوق الآية هكذا يقول لا تنظروا إلى الذين نقلوا الأخبار وانظروا إلى متون الأخبار تأكدوا من صحة مضامينها وقبلوها إذا سببت لكم علما إذا لم تسبب لكم علما هذا هو المفهوم فارفضوها واضح هذا واضح الكلام ولذا فإن الآية تكون محصورة بمنطوقها وبهذا فإن الآية تدمر منهج الحوزة البترية الطوسية تدمر علم أصول الفقه تدمر علم الكلام تدمر علم الرجال تدمر ما يسمى بعلم الحديد تدمر طريقة استنباط العقائد وطريقة استنباط الفتاوى والأحكام وطريقة استنباط التفسير هذه الآية بفهمها الصحيح بحسب ما بيّنته لكم تدمر منظومة الحوزة الطوسية اللعين إذن ماذا سنصنع إنني أريد أن أتعامل مع الخبر وفقا للإمكان العقائدي وبحسب المنهج المبين في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات لا بد أن نتبين المضمون كيف نتبين المضمون نتبين المضمون من خلال عرضه على قاعدة المعلومات لو كان الخبر سياسيا بحسب الإمكان المنطقي علينا أن نعود إلى قاعدة معلومات سياسية وفقاعدة وفقاعدة معلومات اجتماعية بما أننا نتحدث ضمن الإمكان العقائدي علينا أن نعود إلى قاعدة معلومات عقائدية إلى قاعدة معلومات دينية نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله أئمتنا المعصومون بيّنوا لنا من أن قاعدة المعلومات قرآنهم ولكن مثل ما بايعنا في بيعة الغدير أن يكون مفسرا بتفسيرهم فقط وأن نعود إلى أحاديثهم التي هي ثابتة عندنا من أنها أحاديثهم فقاعدة المعلومات هي هذه قرآنهم المفسر بتفسيرهم وأحاديثهم التي نعرفها وما عندنا من شك فيها من أنها أحاديث إذن نحن تدرجنا في الموضوع حددنا الإمكان العقائدي وشخصنا منهج المتون من أننا لا نعبأ بالمصادر وبناقل الأخبار ثم بعد ذلك أردنا أن نطبق المنهج وهو منهج التبين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا التبين يكون بالرجوع إلى قاعدة المعلومات ما هي قاعدة المعلومات التي نرجع إليها قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وحديثهم الذي نعرفه الثابت عندنا المفهم بتثهيمه نذهب إلى فاصل المضمون الإجمالي في الخبر الذي قرأته عليكم بخصوص مقتل قائم آل محمد في نهاية مرحلة الظهور المضمون الإجمالي هو قتل الإمام صلوات الله عليه سنعود إلى قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم المفسر بتفسيرهم لا شأن لي بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بتفسير سقيفة بني طوس الآية الحادية والستون بعد البسملة من سورة البقرة سوف أقرأ موطن الحاجة من الآيات لضيق الوقت هذه الآية الحادية والستون بعد البسملة من سورة البقرة والحديث عن بني إسرائيل ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق الآية تتحدث عن قتل النبيين بغير الحق واضحة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق في سورة البقرة نفسها إنها الآية السابعة والثمانون بعد البسملة أفكلما جاءكم رسول أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ففريقا كذبتم كذبتم الأنبياء كذبتم الرسل وفريقا تقتلون بعضكم يكذب الأنبياء والمرسلين وبعضكم يقتلهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون الآية الحادية والتسعون بعد البسملة قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وهذا الخطاب كان موجها لبني إسرائيل في زمان النبي الآيات واضحة الأجواء القرآنية تحدثنا عن أن قتل النبيين عن أن قتل المرسلين عن أن قتل أولياء الله شيء منتشر ولذا فإن سورة البقرة تحدثت عن هذا في الآية الحادية والستين بعد البسملة وفي الآية السابعة والثمانين بعد البسملة وفي الآية الحادية والتسعين بعد البسملة سورة سورة آل عمران الآية الحادية والعشرون بعد البسملة هذه الأجواء هذه الأجواء الإعتيادية والأجواء والأجواء القريبة من النبيين والمرسلين ومن أتباعهم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق وكل الآيات التي مرت علينا مع هذه الآية تتحدث عن بني إسرائيل تتحدث عن اليهود وعن أهل الكتاب عموما وأهل الكتاب حتى النصارى فإن أصولهم يهودية إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم وإلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة آية مية واثنعاش بعد البسملة من سورة آل عمران جاء فيها ذلك بأنهم كانوا يكفرون يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق الحديث عن أهل الكتاب الحديث عن اليهود ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق وماذا بعد الآية الحادية والثمانون بعد المئة بعد البسملة وما بعدها لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين كل الآيات تتحدث عن قتل منتشر في أجواء الأنبياء والمرسلين وأتباعهم وماذا نقرأ أيضا في سورة النساء في الآية الخامسة والخمسين بعد المائة بعد البسملة فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حاق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله محاولة لقتل عيسى وقد قتلوا شخصا آخر كان شبيها بعيسى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم الآيات المتقدمة تتحدث عن قتل منتشر في أوساط النبيين والمرسلين وفي أوساط أتباعهم من الذين كانوا يأمرون بالقصد وهذه محاولة يهودية لقتل المسيح عيسى بن مريم إنها الآية السابعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة من سورة النساء وإلى سورة المائدة وإلى الآية السابعة والعشرين بعد البسملة وما بعدها واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين بحسب ثقافة العترة الطاهرة فإن قابيل قتل هابيل بسبب الوصية لأن آدم جعل وصيته في هابيل والأمر ليس بيده هذا أمر من الله الله سبحانه وتعالى أمر آدم أن يجعل هابيل وصيه فحسده أخوه قابيل فهذا الحسد قاده إلى قتله حينما قرب القرابين واتضح لقابيل أن قربان هابيل هو الذي تقبله الله أما قربانه هو فلم يتقبله سبحانه وتعالى الحسد قاده إلى قتل أخيه الآية الثلاثون بعد البسملة من سورة المائدة فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين هذه عملية القتل القتل الأولى وقد حدثت في أجواء الأنبياء والأوصياء أول جريمة قتل حدثت على وجه الأرض من بعد نزول أبينا آدم إلى الأرض أول جريمة حدثت بين الآدميين جريمة قابيل حين قتل هابيل الذي كان وصيا منصوبا من قبل الله سبحانه وتعالى من بعد أبيه آدم إذن القتل أسس في أجواء الأنبياء والأوصياء في سورة المائدة إنها الآية السبعون بعد البسملة لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون حكاية قتل الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأولياء تنتشر في آيات الكتاب الكريم نذهب إلى فاصل الآية الخمسون بعد المائة بعد البسملة من سورة الأعراف في قصة السامري والعجل ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا إلى أن تحدثنا الآية عن وصيه هارون قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني محاولة لقتل هارون وصي موسى وهارون كان نبيا كان نبيا وكان وصيا لموسى قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني يذكرنا هذا بمحاولات القوم لقتل أمير المؤمنين وهذه الآية صرح بها أمير المؤمنين حينما أدخلوه إلى المسجد كي يبايع أبا باكر فنظر إلى القبر الشريف إلى قبر رسول الله إلى جهة القبر وقال له ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني تلاحظون أن الآيات تخبرنا إما أن الأنبياء يقتلون وإما أن تكون هناك محاولات لقتلهم ومرت علينا محاولة اليهود لقتل عيسى لولا أن الله قد رفعه لقتلوه ولكنهم قتلوا رجلاً آخر شبها لهم سورة يوسف الآية التاسعة بعد البسملة والتي بعدها أقتلوا يوسف أو اطرحوه أرض وقبل هذه الآية هكذا كانوا يتناقشون فيما بينهم أخوة يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين يحكمون على والدهم النبي من أنه في ضلال مبين بعد ذلك يتخذون قراراً بقتل نبي آخر بقتل يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين إنها محاولة صريحة لقتل يوسف النبي من قبل أخوته وماذا نقرأ أيضاً في سورة الأنبياء الآية الثامنة والستون بعد البسملة والتي بعدها قالوا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم هنا محاولة لقتل إبراهيم تعذيباً بالنار ولقد ألقوا به في النار في النار ولكن الله أراد شيئاً آخر قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم في سورة العنكبوت في الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الكلام هو هو عن محاولة قتل إبراهيم تعذيباً وتحريقاً بالنار لكنها باءت بالفشل باءت بالفشل لا لأنهم لم ينفذوها نفذوها ولكن الله تدخل في الموضوع قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم وماذا بعد في سورة القصص في الآية في الآية التاسعة بعد البسملة وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه إنها محاولة قتل لموسى وهو في المهد حينما كان صغيراً وقالت وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون محاولة قتل لموسى وهو في المهد وفي السورة نفسها إنها الآية العشرون بعد البسملة وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين محاولة لقتل موسى في كبره هناك محاولة لقتله في صغره وهذا هو الذي جرى على رسول الله محاولات لقتله في صغره من قبل اليهود ومحاولات لقتله في كبره من قبل الصحابة وماذا بعد في الآية السادسة والعشرين بعد البسملة من سورة غافر وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينك أو أن يظهر في الأرض الفساط فرعون هكذا يتحدث عن موسى أن يبدل دينه أن يضللهم أو أن يظهر في الأرض الفساط إنه يخطط لقتله محاولات لقتل موسى النبي وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساط هذا الأمر واضح واضح وواضح جدا وإذا رجعنا إلى نبينا صلى الله عليه وآله فإننا نقرأ في سورة الأنفال في الآية الثلاثين بعد البسملة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ليثبتوك ليقوموا بحبسك حتى تموت هذا كان خيار من الخيارات أن يحبسوا رسول الله في مكان ويمنع عنه الماء والطعام حتى يموت في محبسه هذا معنى ليثبتوك نوع من القتل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر هذا في أوائل البعثة في أواخر الهجرة أتحدث عن البعثة الصغرى وأتحدث عن الهجرة الكبرى ماذا نقرأ في الآية الرابعة والأربعين بعد المئة بعد البسملة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم قتلوه وبعد ذلك انقلبت الأمة على أعقابها وهذا المضمون موجود في رواياتنا في الكاف وموجود في روايات السنة في البخاري وإذا أردتم أن تعودوا إلى هذه الروايات فاقرؤوها في باب صفة الحوت الأمة الأمة انقلبت لقد رجع الصحابة كما في البخاري على أدبارهم القحقرة وما محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآية الكريمة النبي قتل تلحظون أن القرآن مشحون بالآيات وفي مختلف السور وفي شتى المواطن والمواضع في الكتاب الكريم الحديث عن قتل النبيين وليس عن قتل نبي واحد عن قتل النبيين عن قتل المرسلين عن قتل الوصيين محاولات نجحت وهي كثيرة ومحاولات فشلت القرآن مشحون بالآيات وفي سورة الإسراء في الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة ومن قتل مظلوما بحسب تفسير العترة الطاهرة فإن الآية في سيد الشهداء في الحسين العطشان القتيل الذبيح ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا بحسب قراءة المصحف بحسب قراءة حفص هذا القارئ الكذاب فلا يسرف فإن الله هنا ناهية ولكن بحسب قراءة العترة فلا يسرف فإن الله هنا نافية وفارق بين المعنيين الناهية تنهى أما النافية فإنها تنفي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ووليه هو قائم آل محمد فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا هذه من الآيات التي تحدثت عن مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه وإذا ذهبت بكم إلى سورة التكوير وإلى الآية الثامنة بعد البسملة والتي بعدها وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت هناك قاعدة في التأويل في منهج العترة الطاهرة أن الآية يكون لها تأويل أصغر وتأويل أعظم التأويل الأصغر لهذه الآية فإن المراد من الموؤودة البنت التي كانت تتفن في الجاهلية لكي يتخلص أهلها منها مثل ما فعل عمر بن الخطاب ودفن ابنته وأدها وكانت كبيرة بحسب ما نقل عنه أخذها معه إلى الصحراء وحفر وحفر لها قبرا وكانت بنته تحاول أن تزيل الغبار عن وجهه عن لحيته ولكنه بعد ذلك قال لها يا بني انظري في هذه الحفرة فلما نظرت دفعها ودفنها بالتراب هكذا ينقل عنه والعرب كانت تفعل هذا كثيرا التأويل الأصغر لهذه الآية هو هذا أما التأويل الأعظم فإن الموؤودة فاطمة فإن الموؤودة الحسين فإن الموؤودة المحسن ابن فاطمة إنها النفس الموؤودة هذا بحسب تفسيرهم لقرآنهم وإذا الموؤودة سئلت وهذا ينسجم مع المنطق السليم صحيح أن وعد البنات جريمة لكن ما مقدار هذه الجريمة بالقياس إلى مقتل سيد الشهداء نحن نتحدث هنا عن أحوال يوم القيامة قطعا هناك أولوية فإن السؤال الأعظم سوف لن يكون عن قتل طفلة في الجاهلية وإنما سيكون عن قتل حسين بيد أمة جده صلى الله عليه وآله السؤال هنا إذا الشمس كورت إنها علائم يوم القيامة وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت عطلت الحياة وعطلت اهتمامات الناس هذا التعبير وإذا العشار عطلت هذا ما كان يهتم به العرب بنياقهم وجمالهم وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت في ظل كل هذا ليس منطقيا أن يطرح السؤال عن وعد البنات في الجاهلية لابد أن يكون السؤال عن أعظم جريمة ارتكبت وإذا الموؤودة سئلت إنه الحسين صلوات الله وسلامه عليه الرزية الكبرى المصيبة العظمى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ولابد أن تعرف من قراءة العترة الطاهرة وإذا المودة سئلت هذه قراءة العترة أنا ذهبت مع قراءة المصحف وتحدثت في مضمون الآية بحسب قراءة المصحف قراءة العترة وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت هذه قراءة العترة وهذه القراءة بالمناسبة مثبتة في معجم القراءات القرآنية إعداد الدكتور أحمد مختار عمر الدكتور عبد العال سالم مكرم وهذا هو المجلد الخامس من طبعة عالم الكتب هذه الطبعة الثالثة ألف تسعمية أو سبعة وتسعين ميلادي وهذا المعجم مؤيد من قبل الأزهر إذا ما ذهبتم إلى الجزء الأول في مقدمات الجزء الأول هناك الكتاب الرسمي الصادر من الأزهر في توثيقه واعتماده من جملة القراءات التي ذكرت بخصوص سورة التكوير الموؤودة من جملة القراءات المودة وهي قراءة أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق وابن عباس قراءة عبد الله بن عباس وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت العنوان الأول للمودة فاطمة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة العنوان العنوان الأول للقربة ولتفعيل المودة التي هي أجر الرسالة في فناء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هذه قراءة العترة الطاهرة قراءة الباقر والصادق وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت لقد قتلوا المودة كلها حين قتلوا فاطمة وحين قتلوا محسنها القرآن واضح واضح وصريح لكن القوم عبثوا فيه عبثوا فيه هذه الأمة مسخرة ومضحكة حقائق القرآن واضحة بين أيدينا بنفس هذا المنطق إذا ما ذهبنا إلى سورة البقرة وإلى الآية الثلاثين بعد البسملة وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إنها دماء الحسين في الروايات عندنا هذا ولكن حتى لو لم ترد الروايات فليس من المعقول أن الملائكة يعترضون على دماء عموم البشر ولا يعترضون على دماء محمد وآل محمد لابد من أولوية هنا الملائكة اعترضوا لأنهم علموا بأن دم الحسين سيسفك بأن دماء محمد وآل محمد ستسفك إنما أتحدث عن الحسين لأن رسول الله هو الذي أمرنا أن نجعل حديثنا عن ظلامة محمد وآل محمد مركزة في الحسين النبي هو الذي أمرنا هذه ما هي قضية نحن نقترحها نبينا الأعظم هو الذي أمرنا أن نجعل الحسين عنوانا عنوانا لدماء محمد وآل محمد وأن نجعل الحسين عنوانا لظلامة محمد وآل محمد من هنا يأتي التركيز في كلامه وهذا هو الواضح في أحاديثهم ورواياتهم وزياراتهم وكلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليس من المنطق بمكان وليس من الحكمة أبدا أن الملائكة تعترض على سفك دماء عموم البشر ودماء البشر عزيزة لكن الأولوية أي دم الحسين هو دم الله السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره الله سبحانه وتعالى جعله دمه فإن الاعتراض هنا لأجل الحسين صلوات الله عليه لكن الله سبحانه وتعالى حينما بيّن لهم حينما بيّن لهم من أن البرنامج سيكون بهذه الصورة ومن أن دم الحسين سيقودنا إلى الرجعة الكبرى ومن أن الرجعة الكبرى ستقودنا إلى الدولة المحمدية العظمى التي ستستمر خمسين ألف سنة هنا يتحقق برنامج الخلافة الإلهية بشكله الكامل طلائع هذا البرنامج تتحقق في مرحلة الظهور المهدوي ثم تتعالى وإن إمام زماننا ليعود في الرجعة الكبرى وله حكم في الرجعة الكبرى موضوع الرجعة الكبرى موضوع مفصل ومعقد أتمنى أن أجد فرصة كي أفتح بانوراما خاصة بالرجعة الكبرى أعود إلى الآية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إنها دماء الحسيني دماء محمد وآل محمد بالدرجة الأولى وبعد ذلك دماء الأنبياء دماء الأوصياء دماء الأولياء الملائكة اعترضوا على هذه الدماء وليس على عموم الدماء مع أن عموم الدماء عزيزة عند الله لكن الأولوية تبقى هي الأولوية هذا المنطق هو هو نفسه الذي وفقا له فهمنا ما جاء في سورة التكوير وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب ختلت لا بد من أولوية هنا في السؤال يوم القيامة سيكون السؤال عن أقدس دم ولذا في الروايات عندنا من أن الموؤودة الحسين صلوات الله وسلامه عليه الموؤودة تعني النفس الموؤود النفس المقتول النفس المذبوح أعتقد بعد هذه الجولة بين آيات الكتاب الكريم صار واضحا أن أجواء النبيين عموما وأن أجواء محمد وآل محمد موضوع القتل يكون قريبا منها وأعتقد أن المضامين واضحة جدا نذهب إلى فاصل الآيات واضحة وواضحة جدا ووفقا لقاعدة المعلومات فإن مضمون الخبر يأتي منسجما مع كل الحقائق التي تحدث عنها القرآن إنني أحدثكم عن الإمكان العقائدي أن نقبل الخبر بدرجة الممكن الخبر واضح في مضمونه هناك عملية قتل لقائم آل محمد صلوات الله عليه هذا المضمون ينسجم مع قاعدة المعلومات القرآنية أما الأحاديث الأحاديث أحاديث رسول الله وآل رسول الله صلوات الله عليهم ماذا تقول الأحاديث كامل الزيارات لابن قولوي القمي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 368 للهجرة وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران إنه الباب الثاني والعشرون في الصفحة الثامنة والستين الحديث الرابع بسنده عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل الحسين جذبه إليه ثم يقول لأمير المؤمنين أمسك ثم يقع عليه فيقبله ويبكي فيقول الحسين يقول له يا أبا لما تبكي فيقول يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي قال يا أبا وأقتل قهل إي والله وأبوك وأخوك وأنت تقتلونه جميعا الكلام ليس خاصا بأمير المؤمنين والحسن والحسين لكن المجلس كان يناسبه أن يكون الكلام عن أمير المؤمنين وعن الحسنين قال يا أبا فمصارعنا شتى كل واحد مننا يقتل في مكان فمصارعنا شتى قال نعم يا بني قال فمن يزورنا من أمتك قال لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصدقون من أمتي الكلام واضح هذه أجواء محمد وآل محمد يسخر الساخرون من خبر مقتل إمام زماننا تلك مشكلتهم الحقائق لا تغيرها السخرية بها يشكك المشككون تلك مشكلتهم الحقائق لا يغيرها شك المشككين يقولون ما يقولون تلك مشكلتهم وحتى الذين يقولون من أن دولة العدل قد قامت فكيف يقتل الإمام وما علاقة هذا بهذا الإمام هو عادل برنامجه عادل عدله يدخل إلى جوف بيوتهم مثلما يدخل الحر والقر كل شيء من جهة الإمام كامل لكن من جهة الناس ماذا الظلم موجود والحسد موجود صحيح أن دائرة الظلم تكون ضيقة جدا وأن دائرة الحسد تكون ضيقة جدا لكن الظلم لن ينتهي بالكامل النفوس البشرية هي هي والطباع الإنسانية هي هي مثلما مر علينا بخصوص تحريم عمر للمتعة من أنه لولا ما فعله ما زنى إلا شقي وشقية مساحة الخير تكون موجودة وتضيق مساحة الشار لكن الشار يبقى حتى لو كان في دائرة ضيقة جدا هذه الرواية تحكس لنا الأجواء التي صنعتها هذه الأمة الملعونة وماذا فعلت مع العترة الطاهرة الباقر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل الحسين جذبه إليه ثم يقول لأمير المؤمنين أمسك ثم يقع عليه فيقبله ويبكي فيقول الحسين يقول يا أبا لما تبكي فيقول يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي وهل بقي موضع في جسد الحسين إلا وقد خذمته السيوف كانت جراحه فوق الجراح كانت جراحه بجنب الجراح كانت جراحه في بطن الجراح يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي قال يا أبا وأقتل قال إي والله وأبوك وأخوك وأنت قال يا أبا فمصارعنا شتى وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين هي غير الزيارة الجامعة الكبيرة وشملكم عباديد هي هذه المصارع الشتى العباديد المصارع الشتى لهم وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد قال يا أبا فمصارعنا شتى قال نعم يا بني إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة ومن الباب الثاني والعشرون إلى الباب الثامن والمئة من المصدر نفسه في الصفحة السابعة والأربعين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الحادي عشر حديث طويل سأقرأ منه موطن الحاجة بسنده بسند ابن قولوي عن حماد بن عثمان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماء قيل له إن الله تبارك وتعالى يختبرك في ثلاث لينظر كيف صبرك إلى أن يقول الحديث وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل أما أخوك علي فيلقى من أمتك الشتم والتعنيف والتوبيخ والحرمان والجحت والظلم وكل هذا واجهه أمير المؤمنين أما أخوك علي فيلقى من أمتك الشتم والتعنيف والتوبيخ والحرمان والجحد والظلم وآخر ذلك القتل قتلوه قتلوه في المحراب فقال يا رب النبي يقول يا رب قبلت ورضيت ومنك التوفيق والصبر وأما ابنتك وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويأخذ حقها غصبا الذي تجعله لها وتضرب وهي حامل ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن ثم يمسها هوان وذل ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب وتطرح ما في بطنها من الضرب إنها الزهراء فاطمة وتموت من ذلك الضرب قتلوها تعذيبا قال إنا لله وإنا إليه راجعون قبلت يا رب وسلمت ومنك التوفيق والصبر ويكون لها من أخيك ابنان يقتل أحدهما غدرا ويسلب ويطعن تفعل به ذلك أمتك إنه إمامنا الحسن المشتبى قلت يا رب قبلت وسلمت إنا لله وإنا إليه راجعون ومنك التوفيق للصبر وأما ابنها الآخر فتدعوه أمتك للجهاد ثم يقتلونه صبرا ويقتلون ولده ومن معه من أهل بيته ثم يسلبون حرمه الرواية طويلة هذا هو الذي جرى على محمد وآل محمد فهل نستغرب أن يجري على إمام زماننا هؤلاء هم الناس والظلم هو الظلم والجريمة هي الجريمة والمظلوم هو المظلوم وماذا بعد أقرأ عليكم من كفاية الأثار في النصوص على الأئمة الاثني عشر من كتبنا القديمة المعروفة لعلي بن محمد الخزاز القمي من أعلام القرن الرابع الهجري من الكتب المهمة جدا كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الأئمة الاثني عشر هذه الطبعة طبعة مركز نور الأنوار في إحياء بحار الأنوار إنها الطبعة الأولى ألف أربعمية وثلاثين هجري قمري قم المقدسة في صفحة الخامسة والخمسين بعد المائتين إنه الحديث الثامن والتسعون حديث طويل بسنده عن إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث الشريف إمامنا الحسن هكذا يقول ولقد حدثني حبيبي جدي رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الكلام قاله إمامنا الحسن في خطبة خطبها في الكوفة على المنبر بعد مقتل أمير المؤمنين ولقد حدثني حبيبي جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن الأمر يملكه إثنى عشر إماما المراد من الأمر هو أمر الدين وأمر الشرع وأمر العقيدة وأمر الناس أن الأمر يملكه إثنى عشر إماما من أهل بيته وصفوته ما منا إلا مقتول أو مسموم فإن الكلام ينطبق على الأئمة أجمعهم هذا حديث إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولقد حدثني حبيبي جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن الأمر يملكه إثنى عشر إماما من أهل بيته وصفوته ما منا إلا مقتول أو مسموم وحديث آخر هذا الحديث من طريق شيعية وهناك حديث أيضا بالمضمون نفسه من طريق ما هو بشيعية من طريق مخالف الحديث في الصفحة الثلاثين بعد الثلاثمئة إنه الحديث الثاني والثلاثون بعد المئة عن إمامنا الحسني المشتبة صلوات الله عليه والله إنه لعهد عهده إلينا رسول الله هذا الكلام قاله إمامنا الحسن السبت وبين يديه طست يقذف فيه الدم ويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاويته لعنه الله والله إنه لعهد عهده إلينا رسول الله في تلك ساعة الحرج أن هذا الأمر يملكه إثنى عشر إماما من ولد علي وفاطمة اشتباه واضح هو كالحديث السابق من أهل بيته وصفوته هذه الإضافة جاءت من الرواة لأن الأئمة من ولد علي وفاطمة أحد عشر ما هم بإثني عشر مع همير المؤمنين يكون العدد إثني عشر والله إنه لعهد عهده إلينا رسول الله أن هذا الأمر يملكه إثنى عشر إماما ما منا إلا مسموم أو مقتول الكلام هو هو تلاحظون أن مضامين الأحاديث تأتي منسجمة مع مضامين القرآن هذا هو منهج العترة الطاهرة وهكذا تحقق النصوص وهكذا نكتشف الحقائق الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان لا يشتبه عليكم الأمر هذه زيارة أخرى إنها غير الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقرأ فيها يا موالي ونحن نخاطب محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم نحن نتحدث هنا عن عترة رسول الله التي جازت الأمة فيها رسول الله خير جزاء ألا لعنة الله على هذه الأمة الغادرة الخائنة يا موالي فلو عاينكم المصطفى وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم ورماحهم مشرعة في نحوركم وسيوفها مولغة في دمائكم يشفي يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم هذا هو الذي جرى على محمد وأهل محمد يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم وغيظ الكفر من إيمانكم وأنتم بين صريع في المحراب يا أمير المؤمنين وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق السيف هامته وشهيد فوق الجنازة قد شكت أكفانه بالسهام حينما خرجت عائشة على بغلتها مع أعوانها من الأمويين وأطلقت السهام على جنازة إمامنا الحسن الحكاية المفصلة في مضانها ومواطنها وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق السيف هامته وشهيد فوق الجنازة قد شكت أكفانه بالسهام وقتيل بالعراء يا حسين يا حسين يا حسين وقتيل بالعراء وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأسه ومكبل في السجن يهباب الحوائج أئمتنا كبلوا في السجون إمامنا سجاد سجن سجنه الأمويون في الكوفة وكبلوه بالأغلال لكن الزيارة تشير إلى موسى بن جعفر ومكبل في السجن قد رضت بالحديد أعضاؤه ومسموم ومسموم سمموهم سمموهم ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه إمامنا الحسن ومن قبله رسول الله سممته المرأتان هكذا تحدثنا أحاديث العترة الطاهرة قطعا بالاتفاق مع أبويهما ومسموم إمامنا 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 سجاد إمامنا الباقر إمامنا الصادق إمامنا الكاظم أئمتنا جميعا إلى إمامنا الحسن العسكري سمموهم جميعا ومرت علينا الروايات إنه عهد من رسول الله ما منا إلا مقتول أو مسموم ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد فرقوكم قتلوكم وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد فهل المحن يا سادتي إلا التي لزمتكم والمصائب إلا التي عمتكم والفجائع إلا التي خصتكم والقوارع إلا التي طرقتكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم ورحمة الله وبركاته نذهب إلى لا فاصل أعتقد أن المضامين واضحة ما بين آيات الكتاب الكريم وبين أحاديثهم إنها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله يحدثنا بها إمامنا الحسن المشتبى إمامنا الباقر إمامنا الصادق المضمون الذي جاء في الخبر عن هذه المرأة التميمية يكون مقبولا يكون ممكنا يكون صادقا في دائرة الإمكان العقائدي فهذا هو القرآن وهذه أحاديث محمد وآل محمد إنها واضحة صريحة بغض النظر عن هذا الخبر ما منهم ما منا إلا مقتول أو مسموم وهذا عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله بخصوص إمام زماننا صلوات الله عليه هذا العهد المعهود من رسول الله ما منا إلا مقتول أو مسموم ينطبق عليه ينطبق عليه وخبر هذه المرأة يأتي في هذا السياق إمامنا الحجة القائم محاولات عديدة لقتله منذ أيام ولادته الأولى وهذا الأمر تركز بنحو شديد بعد قتلهم بعد قتل العباسيين لإمامنا الحسن العسكري بعد أن سمموه بعد أن قتلوا الإمام الحسن العسكري بذلوا قصارى جهدهم في أن يتمكنوا من قتل صاحب الزمان وهم كانوا يبحثون عنه قبل ولادته قبل ولادته لأنهم يعلمون أن صاحب الزمان سيكون من نسل إمامنا الحسن العسكري كانوا يعلمون العباسيون كانوا على علم وكانت الصورة واضحة عندهم من أن قائم آل محمد سيكون من إمامنا الحسن العسكري ولذا كانت واقعة زواج إمامنا الحسن العسكري معقدة لم تكن سهلة لأجل أن يخدع العباسيون وأن يبحث في جهة أخرى هذا موضوع خارج عن بحثنا محاولات عديدة جرت لقتل إمام زماننا وكانوا يبحثون عنه قبل ولادته وهذه المحاولات تكررت بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه أخذوا يبحثون ويبحثون ويبحثون إلى أن يأسوا علموا أنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى مرادهم حينما يأسوا من ذلك تركوا الأمر ولكنهم حاولوا وحاولوا كثيرا ولفترة طويلة بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري إمامنا الصادق حدثنا عن هذا في أيام حياته صلوات الله عليه إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في صفحة الثانية والثلاثين من الجزء الثاني إنه الحديث الحادي والخمسون حديث طويل بسنده عن السدير الصيرفي قال دخلت أنا والمفضل ابن عمر وأبو بصير وأبان ابن تغلب على مولانا أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه الحديث طويل إلى أن نصل إلى موطن الحاجة في الصفحة الخامسة والثلاثين إمامنا الصادق يقارن بينما جرى في مصر عند الفراعنة وهم يبحثون عن موسى كي يقتلوه لأن فرعون علم من أن إسرائيليا سيولد ستكون نهايته على يده الحكاية المعروفة إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه وكذلك بن أمية وبن العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبونا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم ويأبى الله عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلم إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون الكلام واضح وصريح كل الذي جرى على العترة الطاهرة في هذا السياق الجميع يطلبون رأس إمام زماننا وكذلك بن أمية وبن العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم مننا ناصبونا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم ويأبى الله عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلم إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون هذه هي ثقافة العترة الطاهرة إنني عرضت بين عيديكم نماذج من الأحاديث وإلا فهي كثيرة 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 جدا الوقت لا يكفي لعرضها هذه أمثلة ونماذج من أحاديثهم وكلماتهم وزياراتهم الشريفة أعتقد أنني وضعت بين أيديكم من المعطيات ما يكفيني ويكفيكم في أن نحكم على هذا الخبر بمجمله إنه ممكن ويمكن أن يكون صحيحا بل إذا ربطنا الخبر بالعهد المعهود من رسول الله من أنه ما منهم إلا وهو مقتول أو مسموم فإن الخبر سيكون صحيحا بالإجمال بالإجمال الطريقة التي سيقتل بها الإمام صلوات الله عليه هي هذه طريقة أخرى هذا أمر نحن لا نعلمه لكن الخبر يقبل بالإجمال ويصدق بالإجمال ومع ذلك فإن بإمكاني وبإمكانكم أن نضعه في دائرة الإمكان العقائدي الإمام يقتل بالسم بالسيف بوسيلة أخرى ما منا إلا مقتول أو مسموم خلاصة القول خبر المرأة التميمية نحن نقبله ونضعه في دائرة الإمكان العقائدي المعنى الإجمالي للخبر يأتي منسجما مع المذاق القرآني ويأتي منسجما مع مذاق ثقافة العترة الطاهرة وقد عرضت البيانات والمعطيات بين أيديكم وقت الحلقة انتهى والموضوع لم ينتهي سنكمل حديثنا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى حيث نلتقي على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي سألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكراً للمشاهدة